نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان الخيرية بتعاون مع محافظة المنوفية احتفالية كبرى شهدت تسليم 90 مشروع تنمويا و15 كوشكا على الفئة الأولى برعاية من أمناء المحافظة وذلك ضمن مبادرة 600 ألف ببرز كما قامت جمعية الأرمان الخيرية إحدى كيانات التحالف بتسليم 131 منزلا بعد إعادة تأهيلها إلى أهالي قرى أطواب وكفر أبجيجا بمركز الوسطى وقرية بني عدي بمركز ناصر في محافظة بني السويف وفي محافظة الجيزة قامت مؤسسة أبو العنين بتكريم بطلة القوس والرمح من دويل همم من طلع الصام وتسليمها جميع الأدوات الرياضية الخاصة باللعبة وقد سبق تكريم البطلة من رئيس السيسي على إنجازاتها الرياضية حيث حصدت على مداري تاريخها الرياضية 12 ميدالية ذهبية ترجمة نانسي قنقر شكرا